موسيقى البيوت الصديقة للبيئة هي المباني التي تصمم وفق معايير معينة لتقلل من الطاقة المستخدمة وتقلص التأثيرات السلبية على صحة الإنسان والبيئة من حيث التصميم المعماري والمواد المستخدمة في البناء وعمليات التشغيل والصيانة وعمليات إدارة المياه وإدارة المخلفات موسيقى وتعد المسابقة الوطنية لتصميم وبناء البيوت المستدامة عالية الكفاءة التي أطلقها مجلس البحث العلمي على المستوى الوطني أحد المبادرات التي تجسد اهتمام المجلس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما أنها تحوي في طياتها روح الإبداع والتحدي والمنافسة إلى جانب الاستفادة من الموروث الحضاري العماني في فن التشييد والبناء موسيقى جاء تصريط الضوء على هذا القانب من خلال مسابقة تُعنى بالتنافس بين الجامعات المحلية في السلطنة بحيث يشترك الطلاب والمهندسون وأيضاً القطاع الخاص وأيضاً الجهات المعنية بالمصادقة على قواعد البناء الاشتراك في فريق عمل متكامل تدخل هذه المسابقة ويقوم مجلس البحث العلمي بتمويل هذه المسابقة على أساس التنافس الهدف منها حقيقة قبل كل شيء هو بث الوعي يعني في جميع القطاعات المعنية سواء كانت القطاع الأكاديمي المعني بإخراج المهندسين إلى الواقع وتأهيلهم التأهيل المناسب والمعماريين من جانب آخر تم تصميم المسابقة لتجتمل على ثلاث مراحل تتمثل فيه مرحلة إعداد وتقديم مقترح تشكيل الفريق وخطة العمل حيث يشترط أن يجسل الفريق روح الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الحكومي والقطاع الصناعي إلى جانب توفر عنصر وبناء القدرات من خلال وجود عدد من الطلبة والطالبات وإشراك المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة مرحلة التصميم والتخطيط التي يتم فيها تقديم الرسومات الهندسية بتفاصيلها ونموذج مجسم للتصميم المعماري المقترح أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التنفيذ المجداني وكفاءة العمل والتي يتم بها تشييل المبنى المقترح حسب المواصفات المذكورة لقد كان للمسابقة دور كبير في دعم روح التنافس وإبراز القدرات المؤسساتية والفردية حيث تنافست خلال المراحل الثلاث خمس فرق استطاعت جميعا أن تستوفي معايير كل مرحلة توجت المسابقة في المرحلة الثالثة بمعرض للنماذج المقدمة من قبل الفرق المتنافسة بهدف إتاحة الفرصة للجميع للإطلاع على نماذج البيوت الصديقة للبيئة والاستفادة مما تحتويه النماذج المقدمة ومن ثم تم ترتيب المتنافسين الذي جاء كالآتي أولا فريق الجامعة الألمانية للتكنولوجيا ثانيا فريق الكلية التقنية العليا ثالثا فريق جامعة السلطان قابوس رابعا فريق جامعة نزوة خامسا فريق جامعة الضفار ثانيا فريق جامعة نزوة ثانيا فريق جامعة نزوة ثانياcs من المكان التعظيم من الانرشية في تحضير المماذج ممتع نظيف من البلاد الضفار من البلاد الضفار نحن لدينا نحن التواجدية في المنزلية Omanina ونخدمنا نقوم بتواجد من الشيئ هذا المنزل في مدسك لتواجدنا نقطة نقطة المبات فقط تنطور نهاية و تنطور انجارات ونصنحون على وضع مدسكت something which is very low نقطة نقوم بنفس نظام ما في مدسكتنا في البداية فكرة المشروع فكرة هذا المسابقة هي أننا نستخدم الطاقة النظيفة في بناء بيت حديث يكون لكن أهم شيء يكون في البيت نستخدم العمارة العمانية فإحنا فكرتنا كطلبة كلية تقنية خضينا فكرة هندسة البيت من القلاع وإذا تعرف بيت مقحم في بوشر فاستلهمنا الفكر من هناك يعني هذا من ناحية الاركيتشار يعني لكن من ناحية الكهرباء فاستخدمنا طريقة جديدة هدنا دمجنا السولر طبعا هنحنا لازم نستخدم الطاقة النظيفة بشكل أساسي لكن معنا في الامرجنسي نستخدم طاقة أخرى هي القريد ناخد الطاقة من القريد يعني من الحكومة فشبكنا بها عن طريق تقدر تقول مثل الكمبيوتر فيحول لك تماتك يعني من السولر إذا كان في نطق نقص من الواحة الشمسية يأخذ من القريد من الحكومة يعني فكرة المشروع التي تقدمت به قامعة سلطان قابوس أنه نحن نحاول أنه نضلل البيت بحيث أنه ما تأثر في طاقة ما تأثر في شعة الشمس بصورة كبيرة ففكرة المشروع كانت بوكس وإذنا بوكس يعني صندوق داخل صندوق بحيث أنه صندوق الخارقي يعطي ظل للبيت وبالتالي قلل من الحرارة التي توصل للبيت وبالتالي نقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية طبعاً المشروع كان له فائدة كبيرة كانت درجة الحرارة التي تكون داخل المنزل تقريباً 26 درجة حرارية بدون المكيفات الشيء الثاني أننا حفظنا 40% من الطاقة التي في العالم نستخدمها في هذا الصرح نحن نعرض مشروعنا اللي هو بيت صديق للبيئة البيوت الصديقة للبيئة هي البيوت التي تحافظ على صحة الإنسان وتقلل من استهلاك الطاقة في نفس الوقت استخدمنا مجموعة من الأنظمة في هذا التصميم اللي نحن عملناه من هذه الأنظمة اللي استخدمناها كمين كونسبت كفكرة رئيسية هي الكونوبي اللي هي المظلة اللي نحن حطينها على المبنى ذاته هذه الكونوبي نحن رعينا فيها كمعماري اتجاه الرياح وحركة دوران الشمس فنحن حطينا هذه الكونوبي في اتجاه الرياح فهي تعمل كوينت كتشر الوينت كتشر اللي هي ملقطة الرياح فهاي تلتقطنا الرياح بعد دراسة نحن عملنا هذه الرياح من خلال قنوات محفورة في الأرض تنقل الهواء الى داخل المنزل طبعاً هذا الهواء ينتقل داخل المنزل عن طريق بايبس هذه البايبس ممتدة في كابيتي وول هذا الكابيتي وول يعمل كعازل ويعمل كمكان لخروج هذه البايبس للغرف أو توزيع هذه البايبس للغرف وفاوثي اللي هي قائمة نعمنا هذا المشهد تعمل كفك jongسي لديه افتالي صعيد جدا انرادية لديه افتالي ممتدل وفاوثي من تعمل وفاوثي من تكنية لتكنية باستخدام باسم مستغلية المترجم للقناة المترجم للقناة